لما تيجي تشوف بقيت هذا الحوار لأجراء الزملاء في القاهرة الإخبارية وبرافو عليهم بصراحة يعني في الحاجات اللي زي كده فببقى سعيد لما دا يجرى تعالى نكمل مع بعض الحوار واحدة واحدة الفريق أول عفضتح برهان قال إيه قال إنه مجموعات الدعم السريع تحديدا أنا بقولك بستخدم تعبيراته وضعوا أسلحتهم وانضموا لقوات المسلحة هتيجي تقول لي طيب يعني هل دا بالتأكيد يكون شوف التصريحات في هذه الأطر لا تقبل شكا ولا تأويلا عندما تأتي تحديدا من رأس الجيش في أي دولة مش بقولك بس السودان في أي دولة رأس الجيش بتاع أي دولة أبدا لن يصرح إلا بالحقيقة لأن الأوضاع على الأرض قد تكشف أمرا آخر إن لم يكون التصريح حقيقيا واقعيا دا بيبقى على عهدة قائد عام مسألة مش هزار طيب أضاف إليه قال إنه هو يرحب أي القوات المسلحة السودانية ترحب بأفراد الدعم السريع الوطنيين ممن يريدون أن يكونوا جزءا من منظومة الدفاع عن الدولة السودانية ووضح في هذا الجزء بالمناسبة مش عارف إذا كان دا بالضبط اللي احنا هنعرضه لا لا قال المسألة مش متعلقة بالشباب الموجودين في الدعم السريع المسألة متعلقة بأطماع القيادات دا كلام الفريق عبدالفتاح البرهان لأنه لما تيجي تتكلم بيقول إيه هو بيتكلم على كده بيقول يا جماعة بالمناسبة في نفس دات السياق إحنا مش دعاة حرب ولا نريد الذهاب للحرب لأنه بيقول إيه نصرا كده يقول لك إيه أنا أرحب بأي مبادرة لحقن دماء السودانيين وتبعد عننا شبح الحرب الأهلية وتعيد اللحمة الوطنية واستقرار وأمن البلاد تاني دا بكلمك على رئيس مجلس السيادة السوداني بكلمك على قائد القوات المسلحة السودانية خلونا نسمع ونكمل الكلام نحن الآن كثير من المجموعات الدعم السريع الموجودة في مؤذor مقاليم السودان وضعت سلاحه وانضمت القوات المسلحة هذا أمر مفرغ منه نحن نرحب بكل الأفراد الدعم السريع الوطنيين الذين يريدون أن يكونوا جزء من منظومة الدفاع عن الدولة السودانية نحن نرحب بهم ونقول لهم مرحبا أنتم جزء من هذه المنظومة نضموا لتعملوا مع أخوانكم في حماية الدولة السودانية ويجب أن لا تعملوا لحماية أشخاص أو لحماية أطناع أشخاص محددين ومناسبة كمان متذكر كويس الحوار اللي تم على قناة القاهرة الإخبارية الفريق أول عبدالفتاح البرهان قال جملة مهمة جدا قال أنه السودانيين في أكثر من مكان تضرروا مما قامت به أو ما قامت به أفراد الدعم السريع هنا ودي حاجة مهمة أنك أنت لازم تبقى فاهمها يعني كمواطن ومشاهد زي حالتي يعني محدش فيه ده حسن بها احنا بنحاول كلنا بالمناسبة احنا كصحفيين حضراتكم كمشاهدين وكلهم في المجال احنا بنحاول قدر إن كان نفهم ما يجرى أو ما يتم حدوده أو ما يحدث في السودان وفي نفس وقت بنحاول نشوف يعني يا ترى هل ترى ونحن أعملين بالتأكيد لاستقرار الأوضاع لكن بنحاول نشوف إحنا رايحين لحد فين احنا هنا بنتكلم على يا جماعة إنه المجتمع السوداني وهو الأهم دايما الشعب السوداني أصابوا الضرر هل الحرب فيها أي فائدة لأي أحد المجتمعات تتضرر من الحروب قبل ما يتخذ القرار ليه يقولك كلفة الحرب مش كلفة هنا بقى الاقتصادية كلفة الحرب سياسيا واجتماعيا كلفة الحرب على الشعوب باهزة مخيفة